مانو رحيم مع قاعدة الوحدة الثانية للصف الأول الثانوي The Present Sample Tense زمن المضارع الرسيب أول حاجة التكوين في الإثبات التكوين في الإثبات يتكون الزمن من التصريف الأول للفعل مع الجمع تصريف الأول للفعل بدون إضافة مع المصدر المثال الأول I get up at 6 o'clock every morning get هنا مصدر بدون إضافة مع I لأن I you we they والإسم الجمع تاخد مصدر Look at the second example they sometimes go go مصدر هنا for a walk on Fridays يبقى الجمع يأخذ مصدر الجمع يأخذ مصدر let's move to second point النقطة الثانية المهمة المفرد لوهي وشي وإت بنضيف إس Look at the example أحمد likes football very much likes هنا مضاف لها إس عشان الفعل أحمد يضاف إس أو يضاف إي إس Look at the second example I watches actions films every day وممكن نضيف IES هي مريم studies philosophy at Cambridge University studies هنا مضاف لها إس الخلاصة هي في الإثبات نختار فعل آخر إس مع المفرد نختار فعل في المصدر بدون إضافة مع الجمع دي النقطة الأولى المهم النقطة الثانية في حالة النفي في حالة النفي ننفي بدونت مع الجمع ننفي بدونت مع مين الجمع وننفي بدونت مع المفرد وننفي بدونت مع المفرد نقول ثاني المفرد يأخذ دونت في النفي أما الجمع يأخذ دونت وهم الاتنين بأجي وراهم مصدر وهم الاتنين بأجي وراهم مصدر لحظة الملاحظة دي كده يأتي بعد doesn't تستخدم مع المفرد الغائب يعني يقصد he و she والاسم المفرد أما don't فتستخدم مع الجمع look at the examples here number one I don't get up at six o'clock on Friday don't مع I أحمد doesn't like football very much روماسيا doesn't watch action film is every day مريم doesn't study classics at Cambridge يعني في رستي الخلاصة هي don't مع الجمع doesn't مع المفرد وهم الاتنين ورا doesn't ورا don't مصدر في حالة النفي في المضارع البسيط في ملاحظة تحت تستخدم never أيضا للنفي لكن لحظة الملاحظة he doesn't help the poor تسويها he never helps the poor إذا استخدمنا doesn't باج وراها مصدر لكن never يأتي عادي ويعدها الفعل مضاف له إذا كان الفعل مفرد هذه المثال الثاني they don't get up late at all they never get up late الخلاصة تستخدم never في النفي لكن يأتي بعدها الفعل مضاف له إس في حالة المفرد الفرق ما بين never و doesn't never بعدها الفعل مضاف له إس مع المفرد doesn't بعدها الفعل مصدر دائما let's move to another point here another important point في السؤال look at the screen the point here is في السؤال البهل أما تسأل السؤال بهل ضع do من جدام و does بمعنى هل ثم الفاعل طبعا الفاعل المفرد حيب جامعة does والفاعل الجامع حيب جامعة do ثم مصادر دائما do و does سواء كانت مصبتة أو من فيها وراها مصادر look at the first example do you get up at six o'clock every morning استخدم do you و get مصدر الإجابات طبعا للأسئلة دي yes I do no I don't دي بيسموها short answer إجابة قصيرة لو حتجاوب إجابة طويلة yes I get up at six o'clock every morning أو no I don't نفي أحد I don't get up at six o'clock every morning السؤال الثاني does آية شوف استخدميه does مع آية عشان اسم مفرد watch مصدر action film الإجابة yes she does no she doesn't أو yes she watches action film no she doesn't watch action film يبقى الخلاصة هي السؤال بمعنى هل does مع المفرد do مع الجمع وفي كل الحالتين وراهم مصدر ننتقل إلى السؤال لو استخدم آدات استفهام نمر أربعة لو استخدم آدات استفهام الأداء بنضحها من جدا ملناش دعو بالأداء هو هيجيب الأداء البعد الأداء الفعل المساعد إما do أو does زي التركيبة اللي فوق بالظبط do مع الجر does مع المفرد what do you do you eat مصدر for lunch how often does Mr. Ashraf go to the club let's move to another important point here number five في المبني للمجهول دائما وأبدا المبني للمجهول يبدأ بمين يبدأ بمفعول يبدأ بمين يا شباب بمفعول هذه المفعول معنا am للأي is للمفرد or للجم زائد الباست participle التصريف السالس المثال الأول المعلوم farmers grow plants الفلاحون يزرعون النباتات أما جبناها للمجهول قال plants are grown by farmers مبني للمجهول في المضارع are grown by farmers some people المعلوم don't eat meat at all من في عن بالها meat is not eaten لا يؤكل اللحم بواسطة كثير من الناس يبقى الخلاصة هي عند بناء الجمل للمجهول استخدم او اختر am او is او are plus past participle تصريف السالس دي صيغة المبني للمجهول في المضارع طيب ننتقل لنقطة جميلة جدا في فعل شاز اسمه have و has في بناء المجهول يستبدل بفعل آخر have تسوي on ممكن استبدل have في الحل on possess يملك belong to suffer يعاني eat buy spend take I have a car معناها أنا أملك سيارة عما تبنى للمجهول a car is possessed or is owned by me تملك السيارة بواسطتي she has lunch هاز هنا معناها يأكل يبقى lunch is eaten let's answer let's answer this test look at number one and try to answer with me number one my son space football and tennis in the club my son إيه بقى yes excellent players عشان اسم مفرد my sons football and tennis in the club هنا جامع الفاعل my sons أيوة مصدر excellent بدون إيه إضافة لأننا نحن التفقين المفرد الجامع مصدر football and tennis space in the club هنا بادئ بفوتبول يبقى أي عمل الجملة بقى هنا عندنا هو عوز يبني ها للمجهول try to think carefully football and tennis space in the club يبقى excellent very good excellent عشان جمع للمجهول football space in the club فوتبول هنا قرأ واحد yes is played in the club these trees there leaves in autumn these trees there leaves in autumn هذه الأشجار space أوراقها في الخريف لا تفقد أوراقها trees جمع يبقى excellent don't lose number six this tree يبقى هنا خلها مفرد it's leaves in autumn يبقى الإجابة مع المفرد في النفي doesn't lose let's move to number seven the leaves of this tree space in autumn أوراق الشجر tough excellent very good are lost number eight this tree space it's leaves in autumn حين في بنفي جديد never بس 3 مفرد يطر نختار ايه ايوه never loses عشان الاس لازم يكون موجود مع never number nine does عمر استخدم does أمير ها الإجابة مصدر فعل الجملة فعلا الأولى attend فعل بمعنى يحضر حفلة عيد الميلاد عاوزين فعلي مساعد مناسب في سيغة سؤال في عشرة space you with your homework ها yes excellent does anyone help you excellent number 11 space with your homework you help do you help you are helped are you helped يلا كده هل أنت شخص ما يساعدك مبني المجهول yes number D are you helped 12 we space a nice time by the sea we space a nice time by the sea قضينا i can have excellent a nice time بنها للمجهول 13 a nice time space by the sea excellent is spent قضية وقتا جميلا رائعا بجوار البحر يلا ننتقل للملاحظات الهمة ملاحظتين وبعد كده ناخد عليها test 2 الملاحظة الأولى بتقول ايه خلي بالك verb تبيد لمعاملة خاصة في المضار بيبقى a m is r a m is r ولا تستخدم أبدا معهم do ولا دص ما ينفعش do ولا دص معهم نهائي لا في الإثبات ولا في النفي ولا في السؤال طالما فعل الجملة فعل يكون a m is r ما تستخدمش في الإثبات لا تستخدم لدو ولا دص معه في الإثبات علي is at school ما قلناش علي doesn't be ما فيش حي يسميها doesn't be ما فيش حي يسميها don't be أبدا علي is not at school السؤال is علي at school where is علي يبقى الملاحظة أن فعل يكون لا يحب مع أفعال أخرى تاني لدو ولا ض ولا دد ولدو ولا ض أبدا هو مع نفسه آمن is وار مع نفسه في السؤال في النفي أما الفعل have يملك فبيستخدم دو وضض في حالة النفي والسؤال في حالة الإثبات لا في حالة الإثبات they have have ده have ده فعل مضارع طالما واحد وفي الجملة معه أفعال أخرى النفي بقى زي don't have يبقى don't مع الجمع زي القاعدة الأصلية في السؤال do مع الجمع وضض بيستخدم do وضض do they have lunch at three clock في السؤال يبقى فعل have يملك ينقسم إلى اتنين has مع المفرد وhave مع الجمع في الإثبات في النفي don't have مع الجمع doesn't have مع المفرد في السؤال ابدأ بكلمة do بمعنى هل مع الجمع ابدأ بكلمة does مع المفرد وين استخدم معهم have do فعل have does فعل have يلا ننتقل على exercise لشان نأكد المعلومة اللي قلنا هادي الوقت شوف test two مع بعض دي علي space at home right now he is at school الاجابة علي space at right now at home right now he is at school yes isn't number two space at home right now no he is at school اعمل سؤال سيغة السؤال is علي هل علي موجود في البيت we space lunch before my father returns home سيغة نفي لا نأكل الغداء حتى يأتي ابي الى المنزل don't have هذي سيغة النفي number four سيغة سؤال space lunch before your father returns home هل تتناولون الغداء قبل ان يأتي ابي الاجابة الصحيحة اولا دي مش سيغة سؤال نمرة ايه نمرة be have you سيغة السؤال خاطئة are you لا تأتي are you are you المفروض do you have هل 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 انت تتناول الغداء let's move to another uses of the present simple tense هذه الاستخدامات الاولى متى نستخدم المضارع البسيط نستخدمه عند الحقائق العلمية السابتة متكلم عن حقيقة علمية زي the sun give us light heat تعطينا الشمس الحرارة والضوء people don't live underwater الحقائق العلمية دائما مضارع بسيط دون الحاجة لكلمات دلة let's move to number two التعبير عن شيء حقيقي في المضارع use of lives in السيود الحياة سابتة واحد عايش في السيود my wife is an engineer الوظيفة عندك my wife is an engineer الحقائق السابتة في المضارع التي تدون فترات طويلة نستخدم خاصة مع الفعل live work live work أو فعل يكون ورا وظيفة نمسك حاجة مهمة للغاية حاجة مهمة للغاية الروابط when while as just as before the moment by the time after once as soon as until هذه الروابط يأتي بعدها المضارع البسيط يبقى ما تشوف الروابط دي تختار وراها مضارع بسيط ادي كتب لك الرابط الزمني يعني واحد من اللي فوق دي وراه مضارع بسيط او مضارع ثم مستقبل بسيط هون هاست شوف هون كده وراها arrive مضارع بسيط او have arrive دي انفع الناحية التانية مستقبل before وراها goes الناحية التانية مستقبل i won't call you until ادي until وراها no يعرف مصدر اذا الروابط دي دائما انه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام اللي هو هاف وهاس تصريف ثالث اربعة بعد اف يجيك مضارع بسيط برضو ادي اف اي جيت الحالة الاولى الشرطية والحالة الصفرية اي جيت مضارع بسيط الناحية التانية مستقبل يبقى لازم ما تشوف الروابط اللي فوق او اف الحالة الاولى او الحالة الصفرية بعدها مباشرة بعد اف مباشرة مضارع بسيط مضارع بسيط يعني المفرد بياخد الفعل في المصدر الجمع ياخد الفعل مضاف له كمان لو الجملة بدأت بحاجات لها مواعيد ثابت زي القطرات والاوتوبيسات والمطشاط والدروس والمدرسة والافلام والرحلة الطيران كله ده ياخد ايه اي جملة بدأ بحاجة لها مواعيد ثابت زي تاخد فعل مضارع بسيط كمان الافعال المستمرة اللي هي افعال الشعور والاحساس والادراك والفهم ما بنستخدمهاش في المستمر في المستمر فهي تستخدم مضارع ما ينفعش اقول I am seeing غلط لان الفعل see ما بيضعش في الاستمرار تبقى I see some beautiful flowers let's move to the exercises test number three here look at number one lines الاسود space meat اللحوم دي حقيقة الاسود تأكل اللحوم والاسود جمع يبقى الحل eat lions space grass معروف ان الاسود لا تأكل العشاش والاشاب وليون اسم جمع وفي النفي نختار don't eat space number three he space some birds flying in the sky هو يرى يرى فعل يرى فعل افعال شعور واحساس وادراك يوضع في المضارع هي اسم مفرد يبقى sees number four my father space in a big company he's an accountant there my father يعمل ودي حقيقة ثابتة دائما لفترات طويلة my father مفرد يبقى works after رابط زمن يقولنا بعض الرابط الزمنية مضارع بسيط طب الفاعل مين i والآي ده تبع الجمع يبقى i have i will walk if بعدها يأتي مضارع بسيط في الحالة الاولى و i يبقى عاوز مصدر get she will help you as soon as من الروابط الزمنية اللي بياجي وراها مضارع في النقطة دي طب والفاعل she she بتاخد هي ترى finishes excellent according to the time table the train القطار والقطار لموعد ثابتة والقطار مفرد يبقى الموعد السابتة والمفرد مضارع بسيط excellent very good excellent let's move to another important point here عادات المضارع اللي هي قاعدة mean used to used to بتساوي usually sometimes ويبقى عادات المضارع استخدامات معينة لها ادي اول مثال ندى usually دي كلمة دلة usually على المضارع يا شباب كلمة usually دلة على المضارع اذا نستخدم بعد usually مضارع بسيط goes شن ندى مفرد في مصطلح it's someone habit it's someone habit here it's someone habit it is someone habit to انها عادته it's نادية habit او it's her habit to go شوفوا في طريقة اخرى تاني عندنا فاعل ونحط am is are in the habit of عادته برضو نادى in the habit of going to shops on sundays في طريقة اخرى فاعل am is are used to دي اعز اركز عليها جدا دي ادي دي اللي هي دي تعبر عن عادة في المضارع وتحدث حتى الان دي مهمة للغاية فاعل am is are used to زاد الفعل في ing او اسم نادى is used to going to the shop هنا جاء اسم ورا جاء بعد used to ing تمام نادى is used to going يبقى صغير لازم تتحافظ فاعل عاقل وشرط اساس يبدأ بفاعل عاقل am is are used to اما الفعل مضاف له ing او الفعل الناون هنا no longer دي مهمة للغاية المهمة للغاية فاعل no longer زائد المصدر او الفعل مضاف له اس يبقى no longer كلمة دا لم يعد تأتي دائما بعد الفاعل مباشرة ويأتي بعدها اما مصدر او الفعل مضاف له اس و no longer تفيد الناف لم يعد يأكل الرز بعد الفاعل بعدها فعل اما مصدر او مضاف الريس تسويها مين في نهاية الجملة هادي فاعل يبقى لازم يكون في نافي don't مع الجمع doesn't مع المفرد واخر الجملة any longer or any more he doesn't he doesn't rice any more he doesn't eat rice any more let's move to a very important point and the last point اخر نقطة معنا في الزمن ظروف التكرار الكلمات الدلة من ظروف التكرار يعني كلمات الدلة شايف كده هذه الكلمات مكانها في الجملة دي كلمات دلة على المضارع البسيط مكانها فين بعد الفاعل مباشرة ثاني كلمة ثاني كلمة بعد الفاعل يعني i always go to school on time لكن لو كان فعل الجملة am is are يبقى هي تبقى رقم ثلاثة look at the example i always go هنا always ثاني كلمة لكن هنا i'm always at school on time هذه الكلمات الدلة لها مكانين اما بعد الفاعل اما اذا كان فعل الجملة am is are تبقى رقم ثلاثة بعد الام بعد الاس بعد الار تمام ممكن ابدأ بهم الجملة كلمات الدلة دي اواخر sometimes i play football او i play football sometimes في النهاية مكانها ممكن بتغير اما في البداية او اخر الجملة او بعد الفاعل مباشرة تاني كلمة نمر ثلاثة واخر حاجة ادي كلمات تدل على المضارع البسيط once twice three times several times many times a or and very periods every morning every day every month كل كلمات تدل على مين المضارع البسيط i go for a walk twice a week once months i visit my parents i take arabic lessons on wednesday every morning my mother walks me up دي تدريبات نرجع التدريبات كويس عشان المرة الجا ناخد exercise على المضارع البسيط until we meet again i wish you good luck and keep time keep an eye on time خلي بالك على الوقت وزاكر كويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته